يشهد التعاون الثقافي والرياضي بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة تطورا ملحوظا من خلال مذكرات التفاهم والتعاون في تنفيذ البرامج وتبادل الخبرات الرياضية والثقافية بين البلدين الشقيقين في هذا المجال المزيد حول ملامح التعاون الثقافي بين البحرين وعمان في سياق تقرير مراسل تلفزيون البحرين في مسقط أحمد الدرماكي نتابع تواصل اللجان المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان تنفيذ برامجها التعاونية في مجالات الثقافة والرياضة والشباب بهدف تشجيع التبادل الثقافي وتبني برامج رياضية مشتركة من شأنها الإسهام في تطوير المشهد الرياضي وتقوية الروابط الثقافية بين المنامة ومسقط فالمملكة والسلطنة ممثلتين في وزارة الثقافة والرياضة والشباب والهيئة العامة للرياضة البحرينية وقعتا بمسقط مؤخرا برنامجا تنفيذيا في المجال الرياضي للأعوام 2022 إلى 2025 حيث وقع البرنامج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وصاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب طبعا بالشك العلاقات العمانية البحرينية علاقات أخوية تاريخية رأسها منذ الغدم وتربطنا أواصر محبة وشاجر قربة بين الشعبين الشقيقين ونحن في السفارة نقوم بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات فعالية اليوم الرياضي البحريني العماني نموذج آخر لتعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وتأكيدا للشراكة والتعاون في المجال الرياضي حيث تضمنت الفعالية سباق الثلاثية الحديث الترايثلون بمشاركة 75 من الذكور والإناث من البلدين واستعراضا للطيران الشراعي طبعا هذه المذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية حقيقة تشجع على تبادل الخبرات في المجال الرياضي سواء كان في القوانب الإدارية أو في القوانب الفنية كما أنها أيضا تساهم على تبني برامج مشتركة لخدمة القطاع الرياضي في البلدين ومما ينعكس إيقابا على القطاع الرياضي في المنطقة المشهد الثقافي هو الآخر يشهد حراكا بين البلدين فهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عمان بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين سيقيمان ندوه العلاقات العمانية البحرينية تاريخ عميق ومستقبل مشرق في مطلع العام القادم ترتبط هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بعلاقة مع العديد من المؤسسات المماثلة في دول الخليج العربي والمنطقة وكذلك بقية دول العالم وفيما يتعلق بعلاقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بمملكة البحرين هناك إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب في مايو عام 2023 سنجسد هذه العلاقة ونعيد إحياء هذه العلاقات التاريخية الوثائقية من خلال إقامة ندوه في مايو عام 2023 بمملكة البحرين وذلك بالتعاون مع مركز عيسى الثقافي طبعا الجانب الرياضي أحد أهم القطاعات التي سوف تركز عليها جمعية الصداقة العمانية البحرينية لدينا تعاون مع هيئة الرياضة في مملكة البحرين وسوف نقوم ونركز على دعم الشباب وتشجيعهم على مزاولة الرياضة طبعا لأهميتها ولأهميتها على صحة الجميع كما تم إشهار جمعية الصداقة العمانية البحرينية لتساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الثقافية والتنموية مجالات عديدة للتعاون المثمر والبناء في الجوانب الثقافية والرياضية والشبابية تعزز العلاقة الوطيرة بين الشعبين وتساهم في دفع مسيرة التنمية في البلدين لتلفزيون مملكة البحرين أحمد بن بارك درمكي سلطنة عمان